السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا كتاني بصفة الأول كيف حالكم أشاء الله بخير وصحة وحافية اليوم أريد أن أراجع معكم مراجعة الجمع على قط الأعداد والجمع بتكوين العدد حشرة من صاد مئة وصاد مئة وأربعة من درسنا الرياضيات فأنا يا أولاد جبتلكم أمثلة صار جئية من عندي بس مطابقة للكتاب اكتبتني بس غيرتوا الرسم غيرتوا الرسم غيرتوا الرسم غيرتوا الرسم والهيوم غيح نجمع على خط الأعداد خط هذا خلنا هذا خط الأعداد يبدأ من رقم خمسة وينتهي برقم خمسة عشرة هس غيح نجمع قدنا ثلاث تفاحات كم تفاحة هوني قدنا؟ ثلاثة واحد اثنان ثلاثة غيح نكتب ثلاثة كلتنا نكتب ثلاثة كم تفاحة اشتغت ثلاثة 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 تفاحات مع نكتب ثلاثة فيزان لك ويزان لك إما وoks والعهم نجمع ثلاثة زائد تسعة ثلاث تفاحات زائد تسعة لنفس عشق قد يساوي انا حشو نعلمتوكم اما نطلع بصيبعنا او ادنى اشياء نعدة او نقول مثلا التسعة بقلبنا ونطلع ثلاثة نعد التسعة اللي بقلبنا تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر اذا ثلاثة زائد تسعة نساوي اثنى عشر عفية زين من يقلل ثلاثة من كم مرتبة عفية واحدة هي الاحد والتسعة من كم مرتبة ايضا واحدة هي احد زين الاثنى عشر من كم مرتبة عفية بالشطار من مرتبتين لاثنان من مرتبة الاحد والواحد في مرتبة العشرات هسا هذه عملية الجمع غيش مبينة على خط الاعداد على خط الاعداد اللي قطوكهم يبدأ من الرقم خمسة الى الرقم خمسة عشر لنشع مين نبدأ على خط الاعداد بعملية الجمع عملية الجمع يا اولاد نبدأ من الرقم تسعة يعني العدد الكبير رقم تسعة اللي جمعنا نو ما ناخذ الثلاثة الصغير لا ناخذ التسعة الاكبر عندنا التفاحات الاكثر هي التسعة فناخذ رقم تسعة فتسعة نتقدم الى اليمين نتقدم الى اليمين ثلاثة ارقام يعني صي تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر إذن نبدأ من التسعة فهي التسعة وهي العشرة وهي الإحدى عشر وهذه الاثنى عشر هفتم يا أولاد هذا هو بينا الجمع الأفقي على خط الاعداد وقتولكم نبدأ من الرقم الكبير اللي من ضمن الجمع اللي عندنا ما نجي على رقم الصغير لا ناخذ رقم الكبير ونتقدم الى اليمين مثلا ادنا ثنين ما عندنا ثلاثة حسب الرقم الصغير إحنا نتقدم حسب الرقم الصغير اللي مجموع مع العدد الكبير إحنا نتقدم على خط الاعداد كسا دحقوا هوني أيضا عندنا وغد غريح نجمعهم أيضا باستعمال خط الاعداد اللي يبدأ من الخمسة الى الخمسة عشر هوني ادنا كم وغداي عفية اثنان نضع اثنان طبعا هي اثنان هو الرقم الصغير ما تمام؟ ننشع هوني نجمعه كم وغداي عدنا هوني بمزهرية اللخ واحد اثنان ثلاثة اربعة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هوني كم وغداي عدنا ثمانية إذن ايمهو الأكبر الثمانية ام الاثنان عفية الثمانية عدنا أكبر مثل ما هوني عدنا التسعة أكبر من الثلاثة زائد ثمانية يساوي نجمع الثنين مع الثمانية مثل ما جمعنا الثلاثة مع الثلاثة مع الثلاثة فينشع الثنين نجمعها مع الثمانية أشقد يطلعنا العداد طيح نقول الثمانية بقلبنا ونطلع الثنين بأصابعنا ما ننسلي بقلبنا العداد ثمثم ثمانية تسعة عشرة إذن الثنين زائد ثمانية يساوي عشرة عفية نحن هسا مين قلنا نبدأ خط الأعداد مين الجمع الخط الأعداد عفية من الرقم الكبير والرقم الكبير ايه ما هو عدنا ثمانية ثمانية وكم خطوة نتقدم إلى اليمين عفية اثنان لأن عدنا أصغر رقم بالجمع اللي جمعناه مع الثمانية هوني عدنا إثنان وإنما عدنا بالمسألة القبلة كان عدنا الرقم الصغير هو ثلاثة وهوني نتقدم رقمين نتقدم رقمين على خط الأعداد يعني أشو نصيب لحقوا علي ثمانية تسعة عشرة شفته أشو نتقدمنا رقمين من بعد الثمانية إلى اليمين نتقدم رقمين لأننا عدنا الرقم الصغير اللي جمعناه مع الكبير هو اثنان فنقول ثمانية تسعة عشرة إذن اثنان زائل ثمانية يساوي عشرة ولا تنسون يا أولاد جم على خط الأعداد نتقدم حسب العدد الصغير العدنا إلى اليمين تهمتني؟ إذا عدنا خمسة نتقدم خمسة إذا عدنا أربعة نتقدم أربعة بشرط يكون أصغر من الرقم اللي غايح نجمعه معانه تهمتن؟ أحلى هسا نجي هوني جمع ثلاثة أعداد ثلاثة أعداد ويكون الجمع هوني عامودي ليش عامودي لأن رقم تحت رقم زين من يقلي السبعة كم مرتبة عفيا هي مرتبة واحدة لأحد والاثنان أيضا مرتبة واحدة هي أحد والثلاثة أيضا مرتبة واحدة هي أحد فغايح نجمع هذه ثلاثة أرقام أو ثلاثة أعداد سوا ادنا سبعة زائد اثنان زائد الثلاثة سبعة زائد اثنان زائد الثلاثة توب علي يا أولاد أكو طريقتين للجمع أكو طريقتين للجمع إما تجمعون السبعة مع الثلاثة أفتم أو تجمعوهم كلهم سوا أو تجمعون السبعة مع الثلاثة وبعدين تجمعوها مع الثلاثة بس إحنا غايح ناخذ نجمع السبعة مع الثلاثة سبعة زائد الثلاثة أش قد يصير سبعة بقلبنا ونطلع ثلاثة سبعة مانية تسعة عشرة عفية نخلي عشرة بعدين ما ننسى الاثنان نجمع زائد اثنان يساوي زين من يقلي العشرة من كم مرتبة عفية مرتبتين احد عشرات الصفر بمرتبة الاحد والواحد في مرتبة العشرات زائد اثنان بقول اثنان إيصب خليناها عفية بالشطار مرتبة الاحد ليش لأن الاثنان هو مرتبة واحدة وليست مرتبتين ونخليها تحت الصفر لأن الصفر بالاحد والاثنين بالاحد هسا نجمع صفر زائد اثنان عفية اثنان الصفر نجمعه لو مع الاكبر رقم يطلع لنا نفس الرقم الواحد ايضا نخليهون الصفر لأن ما أكو أحد معانه واحد زائد صفر يساوي واحد وديروا بالكم يا ولاد الواحد الصفر اللي وغى الرقم هذا ما ينحسب ينزل نفس الرقم لو قدامه ينجمع بس وغانه ايضا ينجمع بس ينزل نفس الرقم يعني واحد زائد صفر يساوي واحد مثل ما قلنا صفر زائد اثنان يساوي اثنان اذا عشرة زائد اثنان يساوي اثنى عشر يعني هذا الصفر حتى لو ما خليناه ما مهم يغل فراغ اتنزلوا الواحد نعم ثم نجي هون ادن الرقم ستة والرقم سبعة والرقم ثلاثة هذولي ايضا ساستم سنجمع سواء ستة زائد سبعة زائد ثلاثة مثل ما قلتوكم اما هاي الطريقة تستخدمون الستة تجمعوها مع الثلاثة وبعدين تجمعون معها الستة او تجمعوهم كلهم سواء بكيفكم حسب انتم قابليتكم و امكانياتكم فنطيق احنا نجمعها ستة زائد الثلاثة فتوكم أشها النجمع خلي ستة بقلبنا ونطلع ثلاثة نعدل بقلبنا اشقد بقلبنا ستة ستة سبعة ثمانية تسعة ونخلي تسعة زائد ها سمعها من نجمعها قفية السبعة لا ننساها زائد السبعة نساوي للنجمع تسعة زائد السبعة تسعة بقلبنا نطلع سبعة بصيبعنا تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر عفية ستة عشر وطلع عنا الرقم ايضا من مرتبتين احد عشرات الستة في مرتبة الاحد والواحد في مرتبة العشرات ستة عشر ستة عشر ستة وعشرة بصير ستة عشر نجي هون عدنا تسعة وواحد وثمانية كلم هذول ياولاد من مرتبة واحدة تسعة مرتبة واحدة الواحد ايضا من مرتبة واحدة والثمانية من مرتبة واحدة هي الاحد نجي نجمع تسعة مع مع مين عفية مع الثمانية تسعة زائد ثمانية تسعة بقلبنا ونطلع ثمانية نقول تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 10 7 نعيد ياولاد ياعف يا حبابين انا توهمتوا نعيد مرتبة اللغ تسعة زائد ثمانية تسعة بقلبنا ونطلع ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 17 عفية الشطار عفية شبتم شو منتبين علي انا صيغة كالسولة بالرياضيات هسا معا من نجمع السبعة عشر مع الواحد عفية زائد واحد 7 زائد واحد عفية ثمانية وننزل الواحد ليان ما عندو احد نجمع معانو ساغته 8 10 8 10 7 10 زائد واحد الي هذا الان إنسان وواحد برحب Room ورحانا ثمانية عشة هسا نجمع الغمسة مع التسعة مع الخمسة هذا الصور سهل متمام؟ نجمع الخمسة مع الخمسة وبعدين نجمع التسعة خمسة وخمسة عفية عشرة عفية بالشطار زائد تسعة عفية بالأبطال بس نقول عشرة تفوني شو نجمع هوني باقي الحالة أيضا نجمع الآحد مع الآحد والعشرات مع العشرات الآحد هوني عندنا صفر وجواتها عندنا تسعة صفر زائد تسعة عفية تسعة الرقم نفسه ينزل الواحد خطي ما عنده أحد ينزلوا أو حتى قلتوكم مثل ما يقول صفر يتخلون بكيفكم هو الواحد ينزل ينزل بكل الأحوال إذا خليتم صفر أو ما خليتم صفر هو الواحد ينزل إذن عشرة زائد تسعة يساوي تسعة عشر تهمتم يا أولاد؟ عفية بالشطار أتمنى لكم الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسون تجمع على خط الأعداد من العدد الكبير اللي تجبعونه مع العدد الصغير تتقدمون خسب الرحم الصغير اللي عدتكم إلى اليمين وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر